اشتركوا في القناة جاية والتي تخص مستقبل بلدنا والتي ينبغي لكل الطبقة السياسية والمواطنين جميعا أن يكونوا على استعداد لها على بينة من أمرهم لأن ولا شك بكل المعطيات اللي راهي عندنا الآن ومتوفرة لدى حتى الناس اللي في النظام على يتيحال نحن على وشك الدخول في مرحلة جديدة بالنسبة للدولة الجزائرية طبعا التحولات مرات الإنسان ما يقدرش يتنبأها وهذا من طبيعتها يعني عموما لكن فن السياسة فن الإدارة فن الإشراف على الشيء يتطلب من كل مسؤول من المجتمع من المواطن حتى في أموره الخاصة في البيئة تاعه في المعيشة المعاش تاعه العادي أن يكون له شيء من الاستشراف شيء من التحليل شيء من الدراسة اللي تمكنوا من أن يكون في موقع أحسن استعدادا لما هو آتي الشيء اللي يكون آتي مرات يسعب يسعب على الناس تصوروا ولذلك في كلام اليوم إليكم في هذه الأمسية اخترت واحد المقطع فيديو راح تشاهدوه ممكن دقيقتين أو أقل اللي يخص احتفال فرنسا الجمهورية الفرنسية بمرور قرن على غزوها واستعمارها للجزائر كان ذلك في شهر جوان 1930 قرن منذ دخول فرنسا الجزائر ووقتها حتى نجعل ننفسنا في الصورة كان ممكن نقدره ينعدم هم بعض الأفراد ولا بعض المفكرين من كان يحلم بأن الجزائر ستتحرر أو من كان على أساس تحليله يرى أنه يأتي يوم وين فرنسا تغادر الجزائر وهذا كان مترسخ وطبعا تعمله فرنسا أنذاك ونشوفه في هذا الشريط شريط 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة هذا أمر إلى الأبد كما كان تقول فرنسا وكان يجيب واحدة الجزائريين الأعيان كما يسموهم للأسف هؤلاء جدادنا يعني يقولوا جدادنا مش معناها شخصيا أو لذاك أو ذاك وإنما هؤلاء من مجتمعنا يعني كان الناس مساكن في إحباط في حالة يرطى لها على كل مستويات الاجتماعي الفكري السياسي الثقافي المادي كانوا يعني في حالة رضيئة جدا لكن جاءت تطورات تاريخية منعطفات خلات يعني الأمور تسير إلى اندلاع إلى حركة وطنية إلى أن جاءت تطورات تحررية إلى جاء الاستقلال الاستقلال طبعا وهو حدث هام ونفخر به في تاريخنا وإن كان لم يحقق كل أهداف وحنا عارفين على شو ما شاء نتكلم على هذا الموضوع الآن وكل هذا الحركات التحررية تحمل في طياتها بعض التناقضات بعض الإشكالات الانتهازية إلى غير ذلك محاولات تزوير التاريخ ولكن مهما كان كان ذلك مكسب عظيم وكبير جدا للشعب الجزائري هذا المرحلة هذه دخل في مسار تاريخي طبعا يسهل علينا عندما ندرسه من بعد أن ممكن نحلل ونحاول فهمه لكن فيه محطات الستينات يعني سنوات الستينات يعني باش نفهم أن كل بلد راه يعيش في محيط علاش نذكر هذا الشيء لأننا الآن عايشين في محيط معين ستينات الجزائر ما كانش وحدها يعني في مرحلة تحرير ونما كان مسار تاريخي الستينات كانت مرحلة ممكن نسميها نهاية الاستعمار الكلاسيكي يعني الاستعمار بتواجد قوة أجنبية في أرض لاستغلالها ونهب ثرواتها واستغلال شعوبها الستينات تقريبا بعض السنوات قبله وبعد جاءت لتضح حد لهذا النمط لمسار تاريخي لسنة في الكون أن الشعوب أصبحت لا تقبل بهذا النمط ولم يمكن أن تبقى الدول الاستعمارية في ذلك تلك الممارسة سواء لأسباب داخلية عندها أو أسباب دولية ممكن أن نشير إلى كذلك بداية التفكير في المعاهدة الدولية لتعترف بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللي حقيقة يعطي أمور واضحة للشعوب وكان لا يمكن أن تبقى الحقبة الاستعمارية إلى ما لا نهاية جاءت فيما بعد ذلك مرحلة الثمانينات وان جاءت مرحلة التحرر عند بعض الدول ممكن لا تخص مباشرة الدول العربية ثمانينات وهي مرحلة الانتقال إلى حق المواطنة إلى الممارسة الديمقراطية شفنا خاصة في بعض الدول في أمريكا اللاتينية في أوروبا إلى غير ذلك إلى أن جاء الربيع العربي وما نشعر نتكلم بالتحليلات اللي نعتبرها في حركات رشاد واضحة وكل الأدلة والدراسات الموضوعية تبينها أن الربيع العربي ما هو مكيدة صهاينة ولا ما أدري إنما هو حقيقة ثورة تحررية لوضع مزري وكذلك لمطلب المواطنة العربي عموما على أن يتحرر من قبضة الدكتاتورية ويتطلع إلى دولة القانونية دولة الحرية طبعا عندما يقول هذا الشيء والواقع يبين بكل وضح ما هو معنى هذا الشيء يتم بين الأشياء وضحاها بل أن التاريخ مرة أخرى وما نعيشه اليوم في العالم العربي من حروب من ويلات من ثوارات مضادة يبين أن المراحل الإنتقالية والتحولية هي بداية مسيرة ما وش نهاية أمر ما وش معنى جاءت الرابع العربي خلاص كل شيء تم لا بل عقية بداية مسيرة وهذا المسيرة التاريخ كذلك يبين أنها تكون صعبة طويلة ومؤلمة هذه المراحل اللي تدخلها العالم العربي وممكننا ستكلم طبعا بالخصوص على الجزائر تبين أن لديها عقبات جمة وكبيرة وكذلك لديها مخاطر كبيرة وعند المحللين في العلم السياسية يعني يظهر من هذه الدراسات أن مرحلة الانتقال من الدكتاتورية للديمقراطية أو للتحرر إن شئتم تمر في محطات وفي حالات كثيرة معظمها ممكن ستين لسبعين في المياه إلى أنماط معرفة بطريقة واضحة للنظم السياسية التي تكون تمر بهذه الشعوب وطبعا عرفنا في الدكتاتورية الأثقراطية إلى غير ذلك ثم تأتي بعد ثورات بعد أن بعض الأنظمة تخاف من هذه الهيمنة وتفهم كذلك الأنظمة أنها لا يمكن أن تمارس نفس النوع من الدكتاتورية التي كانت عليها هو لابد أن تطلق العنان وتفتح المجال شيئا ما ومثلا نتكلم عن جزائر يعني جزائر 2015 ما إيش جزائر 62 ولا 80 ولا 95 إلى غير ذلك فيه تحولات فيه ظاهر يعني من أن النظام اضطر إلى فتح بعض المجالات نتكلم مثلا مجال الإعلام فيه شكلا كذلك ما نشوفوش نوع القمع ولا الجرائم التي كانت تقع في السابق وهذه أمور مدروسة وتقع في سلسلة تحولات يعني ماش منا من النظام وإنما هي رغم أنفه ويصل الوضع إلى أن ممكن نشخص الوضع الحالي على الجزائر وهو ما تسمى بالنظام الهاجين باللغة الإنجليزية hybrid state نتا إبريد وش معنى هذا النظام الهاجين في شكله في طريقة كلام الساس انتاعه والمسؤول انتاعه يحاول أن يوهم الرأي الداخلي والعالمي أنه يسير نحو كما نقول لنا المسار الديمقراطي يريد أن يقول عنده مؤسسات فيه دولة فيه ديمقراطية فيه انتخابات فيه عدالة فيه كذا فيه كذا لكن في حقيقة الأمر ما زال هو في قبضته على معظم الأمور وما زال تظهر منه طامات كبيرة وانحرافات وقمع وتبديد للأموال وتبديد للخيرات والمواطن يعرف مثلا أن دولة القانون غائبة إلى غير ذلك لكن حتى نكون واضحين أن هذا الالتباس هو اللي يخلي يخلي يطلع نمط من التسيير اللي له تأثير مباشر على المجتمع فمثلا نرى أنه من أبواق النظام وهم عادة من المستفيدين يعني عادة يكون هذا نظام ريعي نرى هم يعني يطبلون لهذه الأنظمة ويقولوا شوف هنا درنا انتخابات الجزائر الديمقراطية صرات انتخابات والرئيس كذا كذا لكن التحليل مرة أخرى الموضوعي العلمي يبين بكل وضوح أن هذا يعني دجل وتدليس وذلك ينمو من ماذا ينمو عادة من غياب النية أو بالأحرى وجود إرادة كبيرة عند أصحاب السلطة على أنهم لا يريدون التحول والانتقال ما حابينش لأسباب مختلفة ليس دائما مثلا لأنهم عندهم امتيازات مادية وكذا أو حابين الكرسي كما قلنا بالعامية لكن حتى في البنية الفكريا نتاحهم فمن أن نأخذ اليوم بوتفليقة وجماعة وكذا هؤلاء جين من جيل إذا أحسننا الظن بهم هم يرون بل أنهم ساهموا وهذا كلام فيه طويل وعريض لكن خلينا نعتبر أنه الحقيقي ساهموا في حرب التحرير وعليهم على كتافهم مسؤولية بحيث أنهم إذا ما بعدهما من النظام من دولب السلطة اضيع الجزائر فذا إذا مشكل في أذهانهم ما زال ما فهموش أنه فيه أجيال أنه فيه لابد من تسلم السلطة من جيل إلى آخر والجيل اللي يعيشوا فيه الآن ممكن حتى نقول أن جيلي أنا يعني اللي زاد مع الاستقلال أصبح سنا ممكن كبير باش يمارس وفات وقته حتى يمارس السلطة نرى الآن أنه الأنظمة العصرية المتقدمة الناس ثلاثين أربعين سنة في عمرهم يمارسوا السلطة شوفوا أوباما كاميرون في بريطانا إلى غير ذلك النساء عندما يصل خمسين ستين سنة يبدأ يقولون له والله بعد من فضلك بينما إحنا جيلنا هذا هو جيل سنة بين خمسة وسبعين وثمانين فأكثر اللي مازال فيحكم وقلت حتى إذا نحسن بهم أظنان هو مشكل ذهني عندهم فلذلك أن ما فيهش نية صادقة للتغيير وهذا وش ينتج عنه ينتج عنه التسيير المضطرب يعني عدم الكفاءة الدخول في متاهات التسيير الفردي الأحادي لأمور مصيرية في الدولة إحنا نسمع ما تبقاش تتفكر الدولة ولا تسير على أثار مؤسسات إنما هي حسب حالة هذا الحاكم ولذلك نراه مثلا دائما يحرصوا هذا الناس في صياغة الدساطين هم ما يغلطوشها يعني يجعلوا كل الأمور فيدهم الدستور نرى مثلا حتى باش نكون نواكب الأحداث هذه الأيام كيف أننا نرى شركات بنوك كذا كذا لازم رئيس الجمهورية يعينه هل تقول يعني لاش رئيس الموري هذه نعتبر شركة شركة طياران الوطنية لازم تخضع إلى قيم تاعة كفاءة تاعة تسيير تاعة تنافس اقتصادي كيف تتموقع في السوق العالمية ممكن شكليا يأتي مرسوم رئاسي معلش للتعيين وإن كان هذا فيه كلام سلدري لماذا لاش ميكونش وزير النقل هو ليقوم هذا الشيء لكنهم دائما يريدون أنهم يتحكموا وأكثر من ذلك أن يبقى دائما الأصل عندهم وهذا مزيح المواطن يفهمها الأصل عندهم أن تعيين المسؤولين في بنك في شركة وطنية في وزارة فيما شئتم هو بمثابة بمثابة أنهم يريدوا أن يكافئوا ويجازوا ناس على حسب ولائهم أو استعدادهم للولاء المطلق لهذا النظام الكفاءة تأتي في الدور الثاني هذه بيش كل الأمر واضح لأن طبيعة هذا النظام تخلي الكف ما يقدرش يمشي معه إلا حالة ناديرانة طبعا هذا وكان كلام يقول هذا مش معنى هالناس كلي في الإدارات ولا في الشركات الناس ما عندهم مش كفاءة العكس العكس تماما فيه ناس عندهم كفاءة وكذا لكن طريقة التسيير هي ترتكز أكثر على الولاء المطلق للسلطة مما هو تفكير في الكفاءة إلى غير ذلك كذلك نعرف أن هذا النظام الهاجين هذا الهايبريد ستيت عنده مشكل وهو غياب مؤسسات الرقابة لا تمارس هذه ونتكلمت على ذلك في عدة مرات مجلس المحاسبة غائب البرلمان ما عنده ولا دور كذلك من صفات هذا النظام الهاجين وهو نهب الأموال العامة وسوء التصرف سوء التصرف عن قصد أو عن عدم الكفاءة كما تكلمت قبل كذلك فيه اتساع الهوى وعدم الثقة بين الحاكم والمحكوم تظهر فيه كذلك كخلفية لهذا الوضع يعني فقدان الثقة بوادر التمزق الاجتماعي الانحلال ما شئتم وأكثر تذك الرابطة تعالى المجتمع يعني تعالى الناس في المجتمع تبدأ تتمزق وتأتي بكذلك بوادر حتى المطالبة بالانفصال ونرىه في البلد في بلدنا وشراهي ذري في الجنوب كلام ناس من الجنوب يقول لك لازم ننفصل منطقة القبائل مثلا مناطق أخرى وهذا ما نشتكلم على هل حقهم ولا مش غيرنا حقهم هذا شيء يمليحوا لا نتكلم على أنه نتيجة لضعف الدولة والدولة الهجينة لما هو حر ما هو ديكتاتورية في اختلاط ويبقى مربوط بخيط ضعيف مع شخصيات وهمية نتكلم على الناس اللي يدفعوا ليهم شكل وهمي تتكلم على أحد يقول وش الجزير يقول لك فخامته هر يحل يحلوانه فخامته بالعكس هو ممكن إلى قدر كبير هو سبب المشكلة وطبعا احنا عارفين ورانا ماشيين بهذا النظام بتحاليل موضوعية كذلك الأمر الأخير اللي نعرفه في الدولة الهجينة هذا لطايبريد وهو أنها تصبح لقمة سائغة في الأطماع الخارجية ونتكلم عن الأطماع بحيث أنها أطماع تغزو تعناهب تعستعباد تعستغلال وطمس السيادة الوطنية عندما تكون الدولة الهجينة هذا يكون واضح ويعني ممكن نعطي مثال بسيط اليوم في بلدنا هل المواطن الجزائري يأمن على منهم على أهم مراكز السلطة الجزائرية من مثلا محاولة أن تشرى ذمتهم بأموال طائلة من دولة أجنبية ولا من مخابر أجنبية من أنظمة مخابرات إلى غير ذلك لا نقدر نأمن ذلك منهم ووقعت أمثلة وقعت أمثلة من نهب الأموال من سرقتها من تحويلها الخارج والأمثلة معروفة جدا عند كل المواطنين فلذلك وهذا في كل هرم السلطة الضابط سامي الجهة دولة أجنبية تعطيله مليون يورو ولا ما أدريته وامتيازات وكذا لا نقدر نضمنه أنه سات كله هذه الروح الوطنية ومرة أخرى لا نقول أن كل ضباطنا وكذا هم خوانا على العكس وحاشة الكثير منهم لكن الاحتمال قائم وقائم بقوة لأنه ما زال معنش هذه المؤسسات وهذا كالوازع تعلانتماء لدولة قوية لدولة قوية بمؤسساتها التي تحارب حقيقة الفساد والرشاوة والمحسوبية إلى غير ذلك نحن نفتقد لذلك فهنا عندنا هشاشة في بنية الدولة الجزائرية الآن عندما تأتي هذا المراحل تعالت تحول لأننا عارفين الدولة الهاجينة تنتهي كل الدراسات العلمية في علم السياسية تقول الدولة الهاجينة ما تدومش كثير هي مرحلة إلى مراحل أخرى لكن ما تدومش كثير ما معنى راح تأتي بالخير للأسف قد تأتي بتحطم تام للدولة يعني تحطم تام ولذلك أنه عندما نحن نتكلم عن المواطنين الذين يريدون التغيير لا بولا تكون عندهم الرؤية الواضحة وشحابين البلدهم استقلال حريات مراقبة للمسؤولين اختيار شفاف لمن يحكمهم السلمية اللحمة الوطنية اقتصاد قوي ازدهار إلى غير ذلك حماية لكل المطالب الثقافية أو التي تخص المواطنين في حياتهم فهذه كل الأمور التي يريدها المواطنين والمخلصون لكن نعرف أن مراحل الانتقال فيه هي مراحل اضطراب المراحل الانتقالية مراحل اضطراب وهذا ما يبينه كل الدراسات تعالي العلوم السياسية وانظر للتاريخ أولا أنه معروف أن بعد كل مراحل الانتقال تأتي نتائج منها أولا مثلا نبقى في الجزائر سنة 1988 وقعت أحداث أكتوبر أنا مش هندخل في تحليلها شكوندارها وعلاش وإنما وقعت انتفاضها وقعت زلزال في الجزائر جاء بمرحلة ما يسمع عند العلم السياسية الديمقراطية الضعيفة علاش ضعيفة لأنها أولا فتية ما زال ما تمارستش والنظام القائم الأصل ما زال ثم في 1989 كان النظام ما تغيرش تغيرت بعض الأوجه نحاوم ساعدية إلى غير ذلك لكن بنية النظام ما تغيرتش وكذلك أن الشعب ما زال ما مارس هذا الشيء فشفنا كذلك الانزلاقات إلى غير ذلك بعد وقت معين فيه مرحلة اضطرابات وقد تمشي إلى مكان بعيد وقد تطول وقد تعود بالديكتاتورية وانظروا إلى الجزائر كيف شررنا بعد انقلاب 92 ثم يأتي أمر كذلك أن خاصة عند خلف العنف العنف ينتهي العنف ينتهي شد 10-20 سنة هذه هي الحروب التي تسمى ذات يعني التي لا تكون داخلية عادة ولا فيها تدخل خارجي سافر وتكون يعني ممكن نطلق عليها اسم حروب أهلية فعندها 10-15-20 سنة ما تفوج ثم تأتي ضرورة عند النظام القائم أو عند المجتمع كيف يقولوا باراكات ولكن هذه مش معنا جادة ديمورادية ونعرف مرة أخرى ماذا أتت بنا في الجزائر هذه هي الخطر تحلي تأتي بالنظام الهاجين الهايبرد ستيت مرة أخرى اللي يأتي بنظام عدم مستقيم عدم مستقر يريد أن يوحي أنه نظام ديمقراطي بينما إنه بعيد عنه كل البعد ما عنده حتى علاقة به في اللوب طبعا نتكلم ونشتكلم في الشكل ثم هنا إما أن المعارضة أو حتى النظام النظام ممكن تأتي من داخله من يعني الناس نزهى شرفا يقولوا إحنا الآن بلادنا في خطر مرينا بالشيء اللي مرينا نقف عند هذا الحد نوقف هذا الموضوع ونشوف مع كل المجتمع مع كل الطبقة السياسية للخوض في مرحلة أخرى قد يأتي ذلك أو قد تأتي معارضة لوحدها تكون عندها الكفاءة والدعم الشعبي لتضح حدل هذا النظام بطريقة معينة طبعا نحن في حالة الجزيرة نأمل أن تكون دائما سلمية وفي إطار الوحدة الوطنية لكن فيه خطر آخر فيه خطر آخر وخاصة اللي نشوفوه في أمثلة أخرى في دول مجاورة نشوفوا مثلا ليبيا بحكم الحقبة اللي مرت مثلا في ليبيا 40 سنة عايشين في في نظام خيالي يعني نظام القذافي رغم أن البعض للأسف يمدحو فيه نظام اتسم بالدكتاتورية المطلقة باستهجان الشعب ككل يعني أصبح فولكلور هذا البلد وقضى على أي نوع من المجتمع المدني ولذلك عندما غاب هذا الدولة ما لقاتش الأمور لتتمسك بها كمؤسسة ما كاش قذافي كان خطة الفلسفة التاع ما لازمشكون مؤسسة اللي جان الشعبية ومشي هذا هو نظام وهذا وش ولد الآن لكن احنا نأمل ان شاء الله اخوانا في ليبيا واللي يقدر يساعدهم يساعدهم في هذا المطاف أنا نحب نأكد أن حتى نكون مقصطين في التحليل بتاعنا المقاربة على الجزائر الدولة اليوم هل رقائما اليوم باش ميقولوا احنا دائما ننتقد للأزمة الليبية راهي إيجابية نقولوها يعني بكل صدق فيه أمور انزلاقات محاولة تدخلت باشي عفنوا الأمور في مراحل معينة لكن عموما كانت إيجابية وهي ترتكز أساسا على دعم الليبيين حتى يكون بيناتهم بكل أطيافهم بكل مناطقهم بكل توجهاتهم إجماع وطني على مرحلة اللي تأتي ان شاء الله بالاستقرار والأمن لإخواننا في ليبيا لذلك قلت ماش نرجع إلى المرحلة الانتقالية فيه كذلك خطر أن النظام يتفكك كلية وينفجر وهنا هذا احنا في الجزائر الحق ما نكذوش على رواحنا عرانا في هذا الخطر في الخطر سموه خطر إرهابي سموه خطر ضعف الدولة إلى أنها يعني تمزقت النعارات النعارات الانفصالية من مناطق عدة سطوة المال يعني اللي نهب ولسنا ندري كيف يستعمل هذا المال ممكن يعني يستعمل في جر البلد في ماناكر فلذلك احنا لازم كون مواطنين نكونوا وعين أن فيه مرحلة قد تكون خطيرة ولا بد أن نستعد كلنا كجزائريين لأن نتداركها أو أحسن أن لا نقع فيها أصلا لأن ذلك سيكلفنا الكثير أولا الأنظمة لكن للأسف الأنظمة كما النوع تعني لهذا النظام الهاجين اليوم هو لا يفكر في ذلك هو يفكر في اليوم اللي جاي باش وكفاش يضمن بقاء غدا في السلطة وهذه المصيبة الأكبر كذلك أننا نعلم أن من مخاطر مرحلة انتقالية لرحات جي أنه عندما تكون الدكتاتوريات هي أنواع فيه دكتاتوريات قمعية لكن في نفس الوقت تقمع ما تحترم شقوق الإنسان إلى غير ذلك ولكن في نفس الوقت تحافظ على نمط معين من مؤسسات الدولة الإدارة تمشي نعطي مثال نعطي مثال دولة شيلي على رأسها بينوشي دكتاتور يعني فيه اختفاءات قصرية تقتل المعارضين إلى غير لكن في نفس الوقت كان دولة جهاز الدولة يمشي ما ننساوش فلذلك عندما غاب بينوشي عندما يكون جهاز الدولة يمشي ونقصد جهاز دولة ماذا؟ معني فيه حد قليل من الرشوة الإدارة تشتغل الموظفين يمشوا عندهم مراقبة على حتى فكرة الوظيفة والعمل الناس تخدم لكن فيه الدول الدول اللي فيها خطورة هي الدول اللي تكون فيها المؤسسات ضعيفة وتكاد تنهار وتفتقد إلى كفاءة تفتقد إلى طرق عمل يعني مؤثرة ولها وقع إيجابي هذه الدول وإحنا للأسف في الجزائر أنا قريب من هذا الشيء إذا ما كناش غايسين فيه تماما انظروا إلى كل مؤسساتنا الإدارة الجزائرية يعني في حالة متهرية انظروا للمستشفيات انظروا لكل القطاعات ما نتكلمش عن الفساد والسرقة نتكلم على إعطاء حد أدنى من الخدمات للمواطنين هذه رهي مشكلة كبيرة عندنا لماذا؟ لأنما هذا اللي يقع أنه عند كل الموظفين عند كل الإسلاك الدولة هم يعني للأسف المثال اللي يجيهم من فوق هو مثال تأسرقة تعنهب مثال تعغش اللي يقدر يخدم ساعة والصاعتين يمشي اللي يقدر يخدم خمسة دقائق ونص ساعة يديرها يعني ما كاش هذاك الحس المدني وعندما وعندما نقول هذا الشيء دائما نحن منحبوش نجمعو فيه دائما ناس شرفاء ومخلصين والحمد الله ولعل بفضل هذا اللي ره باقي حد أدنى يمشي لكن عموما الأمر يعني مخيف جدا فهذه الأشياء يعني الدولة اللي تكون مؤسساتها ضعيفة هذه رأي في خطر وحنا رأينا في الجزائر في خطر كذلك من الطامات أنه من هذا الوضع العام هذا التفسخ عندما ترى مثلا أن شفت بعض الجرائد الأمس أتكلم على مجلس الوزراء اللي تم قبل يوم ويومين نظرنا أنه أول مجلس وزراء في هذه السنة وشه معنا ذلك عند المواطن معناها أنه قيمة العمل مفقودة وهذه نقول الأخوان المواطنين رأي فيه بحكم هذا النظام اللي مر علينا منذ عقود للأسف وكيف الطريقة اللي رأي مكمل بها هذا المرحلة هذه أنه جعل من الشغل شي تافه الجزائر يعني بين قوسين اللي يقول قافز هو لي ما يخدمش النبه نفسنا سواء كمعارضة كمواطنين المرحلة الانتقالية اللي جاية لذا حبينها تنجح لازم من الآن نجعل في أذهاننا أنها تكون مرحلة صعبة مرحلة شغل اللي رأي يخدم الآن ساعتين ماذا بيستعد باش يخدم عشر سوائع فيما بعد اللي رأي يكد الآن يوم لازم يكد أيام طوال لأنه ولا يغركم أحد ما فيش أوصاف ولا عسى سحر اللي تأتي البلاد تتسجم وتأتيكم كل الخيرات وكل واحد يسكن وبيته والمشتشفيات تمشي لأن كل الأمر متهري الآن لا ذلك لا بد نستعد وللأسف ما عناش أكثر من أن نخاطب إخواننا اليوم لكن هذا خطر ومصيبة كبيرة في مجتمعنا الجزائر اليوم أصبح لا يعطي قيمة للعمل لماذا لأنه يشوف المثال من فوق رئيس غائب الوزير يسمع عنه إلا فكأنه سارق أي كان الموظف السامي هو موظف الذي عنده ما يخدمش هذه النظرة التي عند المواطن عن حقه وباطل هذه هي النظرة التي عنده فلذلك هذا بالنسبة لنا كمواطنين كحركات سياسية كمعارضة لا بد أن نركز على الموضوع على أساس أن نهوض الدول ونهوض الأمم هو أن يشتغل الناس ما كاش نتكل على دولة الدولة هي ما تفعله أنت كمواطن طبعا الدولة لازم نراقبها باش ما تسرقش باش ما تديناش للستين داهية باش ما يعني تمزقناش قدرات الوطن لكن ما هيش هي اللي راح يداما هي تمد وتعطي وتسكن وتوكل وكذا لا أنت المواطن اللي راح بشغلك بإخلاصك الوطن راح تنمي الثروة راح تقوي بلدك وطبعا راح يكون فيه تقاسم المنفع والربح والخير اللي راح ينزل على البلد لكن العكس هو ذهاب إلى ما لا تحمد عقبه فإذن أنا كنت حاب نذكر في هذا الشيء أننا نكون وعيين بطبيعة النظام اليوم وما ينتظرنا لن يكون سهلا مهما كانت طرق التحول سواء توفقية مع النظام يسدين على البليس ويدخل فيه مصار حقيقي للتغيير أو دون هذا النظام ويأتي تغيير بمرحلة أخرى إلا أننا لازم نكون وعيين بهذا التاركة التاركة الكارثية اللي راح تكون بدين المواطنين على أساس أنهم فيما يعني برهنة التجارب ودراسات العلوم السياسية أنه تكون مرحلة طويلة تأكد وجهد لتدارك الطامات اللي كان سبق في هذا النظام مرحلة مرحلة تقل عن عشر عشرين سنة من غذر روش نفسنا هذه تكون مرحلة تعب مرحلة إعادة بناء ومرحلة يعني مخاطر كذلك اللي تطلب من الآن تقوية ما يمكن تقويته واستعداد ما يمكن بما يمكن إعداده على مستوى الطبقة السياسية المجتمع المدني لهذا المرحلة اللي رح تأتي وإن شاء الله ربي يمشيها بخير ولا نقع في الانحراف الذي يهددنا اليوم بفضل جهد كل المواطنين المخلصين هذا الوطن شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة